بإعلانها نجاح تجربة منظومة سواريخ حيتس ثلاثة لاعتراض السواريخ الباليستية طويلة المدى تكون إسرائيل قد رفعت درجة قدراتها الدفاعية والهجومية كقوة ردع أولى في المنطقة بحسب الإسرائيليين الذين ادعوا أن المنظومة هي الأولى من نوعها في العالم من حيث الدقة والتقنية والسرعة الفائقة ولكنها طورت بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة وقد تزامنت هذه التجربة مع تصعيد التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية فيما تباح رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بعد لقائه مندوب الرباعية الدولية توني بلير بنجاح منظومة حيتس مشددا على حق بلاده في الحفاظ على أمنها أبارك نجاح التجربة فهي تعرض القوى الأمنية والقدرات العسكرية لإسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة وتتيح الحفاظ على أمن سكان إسرائيل وكان سلاح البرية قد كثف تدريباته العسكرية وصعد تهديداته مستعرضا قدراته خلال تعيين قائد جديد له ليرد على تهديدات الفصال الفلسطينية المسلحة وغيرها بأسر جنود ومواطنين إسرائيليين وقد ادعى الجيش أن يقضته وتدريباته نجحت في إحباط ثماني عشرة محاولة اختطاف خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فقط وفي السيناريوهات الإسرائيلية فإن محاولات الاختطاف تتزايد أيضا خارج البلاد سنواصل تحصين المنظومة الدفاعية والهجومية والعمل على تقوية الجيش حتى يكون مستعدا على حسم المعركة في كل المواجهات وحتى تستكمل إسرائيل ترويج استعداداتها نصبت منظومة قبة حديدية في جوجدان في منطقة تل أبيب ضمن النشاط الذي يقوم به الجيش لضمان تفعيل المنظومة في كل منطقة في إسرائيل في حال الطوارئ أمالش حادي من مدينة حيفا